للمرة الأولى منذ انطلاق العملية العسكرية التي تهدف إلى استعادة المدينة المتوسطية من أيدي الجهاديين في ليبيا شنت الولايات المتحدة الأمريكية الثنين ضربات جوية ضد مواقع ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سيرت بطلب من حكومة الوفاق الوطني وقد بدأت أولى هذه الضربات هذا اليوم على مواقع محددة في مدينة سيرت محددات خسائر فادحة في الصفوف العدو وألياتي وبذلك استطاعت قواتنا الميدانية السيطرة على مواقع مهمة واستراتيجية في واشنطن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية على أن شن الغراض كان مدعوما من المجتمع الدولي والأمم المتحدة حيث قال المتحدث باسم البانتاجون في بيان تمت الموافقة على شن هذه الضربات من قبل السيد الرئيس بالاتفاق مع السيد كارتر والسيد دانفورد بطلب من حكومة الوفاق الوطنية الليبية ومع أولى الضرابات الأمريكية في سيرت سيفتح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية جبهة جديدة في الحرب على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الذي يواجه الآن حملة عسكرية دولية في كل من العراق وسوريا وكانت القوات الحكومية الليبية أطلقت قبل أكثر من شهرين عملية البنيان المرصوص بهدف استعادة المدينة